قصة إبراهيم جمعة من جامعة الذقار ملامح الأسلوب في قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم وأي الدكتورين مقرر الجلسة الساد الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الساد مساعد دكتور أحمد حيال جهال تخصص في النقد الحديث حاصل على الماجستير والدكتوراه في التخصص من كلية تربية أبر رشد جامعة بغداد درست في جامعات خارج العراق في ليبيا في ثلاث جامعات وفي العراق في جامعتين آخرها جامعة الذقار سأوجز في تقديم هذا البحث سأقرأ ملخصة ثم بعض الأمور سأمر عليها سريعا شكل القص القرآني علامة كبرى في الموروث السرد العربي ليس لإعجازه من الناحية الدينية واللغوية فحسب بل للتقنية العالية التي ورد في سياقها خاصة ذلك التوازن الدقيق بين عناصر القصة وما يكتنفها من تشويق ومفاجئة وعدم افتعال وتلقائية شديدة في عرض الأحداث وبين الموضوع الرئيس للقصة ذاتها كذلك فإن المبنى الأسلوبي المميز يعد إحدى علامات القص القرآني إذ تتناوب على القصة الواحدة أساليب شتى يحتمها السياق الذي اشتلبت من أجله وهذا ما كان جليا في قصة موسى عليه السلام فقد وردت هذه القصة في عدة سور كريمة وكان في كل مرة هناك ملمح أسلوبي يتجارى مع السياق الذي اكتنف الجانب المفروب أن يغطى ومع أن البحث لم يحط بكل قصة موسى عليه السلام إذ اكتفى بمشهدي الحوار بين موسى وفرعون وإلقاء العصى إلا أن هاتين الثيمتين شكلتا مدخلا صالحا للإشارة لباقي أجزاء القصة ولعل السبب في ذلك محوريتهم الشديدة فكان قطب الرحى في هذه القصة فدارت حولهم الأحداث والمكونات القصصية كذلك كل ما يتعلق بها من أمور وردت قصة موسى عليه السلام في آيات من القرآن الكريم مفصلة ووردت في آيات أخرى موجزة فمن الآيات التي وردت فيها هذه القصة فيها شيء من التفصيل سورة البقرة من الآية 47 إلى الآية 74 وفيها عرض لجانب من تاريخ بني إسرائيل الذي شهد خروج موسى معهم هاربين من بطش فرعون وجنوده ثم هلاك فرعون وملئه في البحر ونجاة موسى وبني إسرائيل وإقامتهم في الأرض المقدسة واتخاذهم من العجل ونزاعهم بشأن ذبح البقرة أي أن قصة موسى عليه السلام في البقرة تبدأ من المنتصف ولم تتجاوزه كثيرا السورة الثانية الأعراف فقد عرضت لقصة موسى عليه السلام من الآية 103 إلى الآية 168 وفيها تفصيل أكثر من غيرها لمشاهد واسعة في القصة التي تبدأ بالتكليف الإلهي لموسى عليه السلام وذهابه إلى فرعون وحواره معه وإظهار المعجزات له وللسحرة واستسلام السحرة لموسى عليه السلام وطغيان فرعون ثم صبر القوم المؤمنين على إيذاء فرعون وإيقاب الله سبحانه وتعالى لفرعون إلى آخره سورة يونس من الآية 75 إلى 93 وفيها إجمال ما فصل في سورة الأعراف إذ تعرض هذه الصورة تفاصيل القصة مجملة من حيث الحوار الذي دار بين موسى وفرعون وقصة الإلقاء وإذعان السحرة ثم احتزال موسى قومة ودعاء موسى على الظالمين واستجابة ذلك الدعاء ثم عبور موسى وابن إسرائيل البحر وقد ورد فيها خبر نجاة بدني فرعون من الغرق صورة طهة من الآية 9 إلى الآية 98 فقد جاء فيها قصة موسى عليه السلام مفصلة بدءا من تكليف موسى بالرسالة وانتهاءا بسرد الأحداث في الأرض المقدسة خامسا صورة الشعراء من صورة 10 إلى الآية 95 وتبدأ القصة بالمنادات الربانية بالرسالة الموسوية وخشية موسى عليه السلام من هذا التكليف ثم إسراء موسى بالعباد ونجاتهم من البحر وغرقي فرعون ستة صورة القصص من الآية 3 إلى الآية 50 وتشهد الصورة وهذا منفردت به عن باقي الصور ولادة موسى عليه السلام وإلقائه في اليم ثم رجوعه إلى أمه ونشأته في بيت فرعون وقتله النفس ثم تآمر القوم عليه وخروجه من المدينة إلى مدين ومن ثم زواجه إلى آخره وهناك صور أصلت حدث أو حدثين أو عالجت مشهد من هذه القصة كما في صورة المائدة من الآية 19-26 هود 96-99 الإسراء 101-104 المؤمنون 45-49 الفرقان 35-36 غافر 23-45 الذاريات 38-40 النازعات 15-26 أهم الملامح الأسلوبية التي أشار إليها البحث في هذه القصة وفي مشهدي إلقاء العصى والتكليم ثلاث ملامح أو عفو ثلاثة ملامح التردد وهو المقصود به التكرار ولعل قصة موسى أكثر القصص تكرارا في القرآن الكريم وأكثرها ورودا التوازي وهو أشرت نوعين منه وهو التوازي الأسلوبي والتوازي الصوتي وأشرت لميزة كل نوع من هذين النوعين كذلك أخيرا التماثلات والتماثلات في القصص القرآنية هي لمحات إشارية سريعة دالة على الأحداث تقوم على وظيفة التذكير وتستدعي التواصل نعم حقيقة كان هذا البحث محاولة مني مع أني غير مختص يعني في الدراسات القرآنية لكني وجدت نفسي أن جذب إليها بشدة خاصة أني درجت القصة والرواية فوجدت أن في القصة القرآنية منهل عذب ممكن أن يجد فيه الباحث ما يريد شكرا مع باحث المدرس المساعد صادق كاظم الصفار من الكلية الإسلامية الجامعة القول بالصرف والرد عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الأكرم الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة ما ذر شارق وما كر طارق أما قبل السلام عليكم أيها الحاضرون ورحمة الله وبركاته وأما بعد بحثي بعنوان الصرفة أو القول بالصرفة والرد عليه قام البحث بثلاثة مطالب المطلب الأول هو التعريف بالصرفة ما هي وما حقيقتها والمطلب الثاني هو من تبنى الصرفة ومن قال بها والمطلب الثالث هو من رد على الصرفة لكي لا أطيل أود أن أعرف بالصرفة كمصطلح أو نظرية أولى قيلة في الإعجاز القرآني الصرفة لغتان على وزن فعلة أكرر على وزن فعلة لأن هناك من يقول الصرفة فالصرفة هي مصدر الفعل صرفة يصرف صرفا وهي رد الشيء عن وجهه ويقال صرفه يصرفه صرفا فانصرفه وصرف نفسه عن الشيء صرفها عنه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أما في الإصطلاح فالصرفة أريد بها أقوال كثيرة وكأن كل من تبنى القول بالصرفة ذهب مذهبا خاصا فأول من تبنى القول بها أو قال بها هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام المتوفى سنة 21 بعد المائتين هذا الرجل حقيقة له قول خطير ما نصه إن العرب لو لم يصرفوا عن معارضة القرآن لأتوا بما هو أحسن منه في النظم والتأليف فما قيل بشأن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته لا يمثل معجزة للنبي ولا دليلا على صدق دعواه في النبوة حقيقة ناقشت هذا القول نقاشا موضوعيا وخرجت بنتيجة مفادها أن النظام افتتن كثيرا بما جاء عن العرب فوقف عند نصوصهم الشعرية والنثرية فكبر عنده أن يقال إن هؤلاء عجزوا عن مماثلة القرآن لذلك قال إن العرب صرفوا عن معارضة القرآن أي إن الله تبارك وتعالى ثبت همامهم وحال بينهم وبين معارضة القرآن لكي لا أطيل أمر بالقائل الثاني بشأن الصرف وهو الجاحظ الجاحظ يرى هذا ما يراه الجاحظ أن العرب مصروفون عن معارضة القرآن وصرفهم عن معارضته ضرب من التدبير الإلهي والعناية الربانية بالنبي وبالذين آمنوا معه انظروا إلى دقة قول الجاحظ ولو لم يصرف العرب عنه لأتوا به ملثقا أو أتوا به مشوها أو أتوا به مستكرها وكان بذلك متعلق لضعاف النفوس من الأعراض أي إن العرب لم يحاولوا إطلاقا معارضة القرآن وذلك بالبلاغة التي اجتمل عليها القول الثالث بالصرف هو ما قاله القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى سنة خمسة عشرة بعد المئة الرابعة في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل إن دواعيهم أي هذا الكلام بنصه إن دواعيهم أي دواعي العرب انصرفت عن المعارضة لعلمهم بأنها غير ممكنة ولولا علمهم بذلك لم تكن لتنصرف دواعيهم لأن نجعل انصراف دواعيهم تابعا لمعرفتهم بأنها متعذرة من هذا نستنتج أن للصرف مفاهيم متعددة وكأن كل من قال بها له منطلقه ومذهبه الخاص من جملة من قال بها الراغب الأصفهاني لكن الراغب الأصفهاني يفرق عمن تقدمه بأنه لم يجعلها وحدها في الإعجاز القرآني وإنما قال بما يجتمل عليه القرآن أي إن إعجاز القرآن ببلاغته وبفصاحته وله قول جميل يقول إعجاز القرآن أعظم فيه أن يكون كافة البلغاء مخيرة في الظاهر مجبرة في الباطن وتمثل عند ذلك بقول أبي تمام فإنك أهملنا فأضعف بسعينا وإنك أجبرنا ففيما نتعتعو هذا القول يدل على أن صاحب الراغب الأصفهاني يقول بأن الصرفة هي وجه من وجوه الإعجاز القرآني حقيقة هذا ما قيل أما بشأن الرد عليه فسأقف عند أبي حيان الأندلسي وأرى في رده حقيقة الرد الشافي والكافي يقول بعبارة أخرى أنا ألخص قوله يقول لو إن رجلا كانت له إمرأة هذه المرأة حلفته بأن يأتي بشيء من القرآن الكريم بشيء من القرآن الكريم ليكون صادقا أنه يحبها فجاء هذا الرجل خاف هذا الشيء لأن في قلبه لم يكن حبها خالصا في قلبه فجاء بشيء من كلام العرب وجعل فيه اسم الرسول واسم الله وذكر فيه القرآن فصدقت تلك المرأة فعبارة الأبي حيان يقول إن الذين قالوا بالصرفة شأنهم شأن تلك المرأة فهي لم ترزق لتفرق بين كلام الحق وكلام الخلق ففيه حقيقة قول قاسي قول قاسي لا أقول أكثر من هذا على ايتحال خلصت إلى نتائج من جملة هذه النتائج وهي حقيقة إيجازا للوقت جاء في التنزيل المجيد أي استشهادي في القرآن الكريم جاء في التنزيل المجيد قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ولو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وهذا ما يدل على أن العرب لم تزل شاعرة بقابليتها في تأليف الكلام وقدرتها على سبك مفردات اللغة التي فطروا عليها وإن كان المقصود من الآية أنهم يدعون الإتيان بمثل القص القرآني التي جاء بها القرآن الكريم فقد فصل أغلب المفسرين القول في هذه الآية المباركة وبناغنا عن ذكري ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع المدرس المساعد كريم حمز حميدي من الكلية الإسلامية الجامعة في بحثه الموسوم تأويل تعلق شبه الجملة في تفسير الكشاف صورة البقرة إنموذجة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السيد الرئيس الجلسة السيد مقدر الجلسة السادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فلا شك في أن مفهوم التعلق يأخذ أبعادا عامة في الدرس اللغوي ولا سيما إذا كان ميدان هذا المفهوم النص القرآني إذ إن في القرآن دلالات احتمالية لا تنكر تساعد الدارس على تأويل المتعلق ومن هذا المنطلق نضجت لدينا فكرة كتابة بحث في تأويل تعلق شبه الجملة في تفسير الكشاف سورة البقرة إنموذجا ومما حفزنا على كتابة هذا البحث تلك العقلية اللغوية الرائعة لصاحب الكشاف الزمخشري إذ كانت له وقفات تحليلية كثيرة في تأويل تعلق شبه الجملة لم يهمل الدلالة وأثر التأويل فيها وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على ثلاثة محاورة تناولت في المحور الأول التأويل والتعلق في اللغة والإصطلاح أما المحور الثاني فقد تناولت فيه أحكام التعلق في النحو العربي من حيث الذكر والحذف وما يمكن أن يتعلق به شبه الجملة وأما المحور الثالث فقد تناولت فيه نماذجا من تعلق شبه الجملة في تفسير الكشاف مبينا جهد الزمخشري في توجيه المتعلق ثم تأويله بما يناسب المعنى وقبل أن أذكر خلاصة البحث أو أهم ما توصل إليه البحث أود أن أذكر نموذجا واحدا فقط أبين فيه فكرة البحث وهذا النموذج يتعلق في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سورة البقرة من الآية 205 فقد أجاز الزمخشري أن يتعلق قوله من المس بأحد أمرين قال فإن قلت بما يتعلق قوله من المس قلت بلا يقومون أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع ويجوز أن يتعلق بيقوم أي كما يقوم المصروع من جنونه والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين وإذا تعلق الجار والمجرور بلا يقومون كما يقول الزمخشري فيكون الحديث عن أكلة الربى الذين لا يستطيعون القيام في الآخرة إلا كالمصروع بسبب مس الشيطان لهم وإذا تعلق بيقوم هذا الرأي الثاني الزمخشري فيكون الحديث عن الذي يتخبطه الشيطان وهو المجنون المضطرب الذي يصيبه الصرع فالذي يتخبطه الشيطان يجعله متخبطا أي متحركا على غير التساق ويسقط على الأرض إذا أراد القيام والحقيقة والحق ولا يوجد فرق كبير بين المتعلقين فمن جهة الصنعة النحوية هما فعلان كلاهما أي يقوم ولا يقومون ومن جهة المعنى أوسياق فأنه يتحدث عن حال آكل الربى يوم القيامة غير أن أبا حيان أنكر على الزمخشري تعلق من المس بقوله لا يقومون من جهتين سأذكر قول أبي حيان ثم أعلق أو أرد على هذا القول بخلاف زميلي الذي تبنى قول أبي حيان واعتمده فلنرى ماذا يقول أبو حيان يقول في الاعتراض الأول على رأي الزمخشري يقول أحدهما أنه قد شرح المس بالجنون وكان قد شرح أن قيامهم لا يكون إلا في الآخرة وهناك ليس بهم جنون ولا مس ويبعد أن يكن بالمس الذي هو الجنون عن أكل الربى في الدنيا فيكون المعنى لا يقومون يوم القيامة أو من قبورهم من أجل أكل الربى إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إذ لو أريد هذا المعنى لكان التصريح به أولى من الكناية عنه بلفظ المس إذ التصريح به أبلغ من الزجر والرد هذا الرد الأول هذا رد أبو حيان على الزمخشري والوجه الثاني أن ما بعد إلا لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيز الاستثناء وهذا ليس في حيز الاستثناء ولذلك منعه أن يتعلق بالبينات والزبر بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وأن التقدير ما أرسلنا بالبينات والزبر إلا رجالا طبعا الاعتراض من قبل أبي حيان كان من جهتين الجهة الأولى هو جهة المعنى معنى الآية والجهة الأخرى هي جهة الصنع النحوية اعترض على أسلوب الاستثناء وكيف يتقدم أو كيف أن يكون ما قبل الاستثناء له علاقة بما بعد وظاهر اعتراض أبي حيان ينحصر في جهتين كما قلت المعنى أي معنى الآية والصناع النحوية أما من جهة المعنى في رأى أبي حيان أن أكلة الربا ليس لهم جنون ولا مس في الآخرة ولو أراد ذلك لكان الأولى أن يصرح بالجنون لا أن يكنى عنه بالمس فالتصلح به أبلغ في الزجر والرد وهذا الاعتراض يمكن أن يعترض عليه أيضا إذ إن المأثورة من السنة النبوية أكد على أن حال آكل الربا يوم القيامة كحال المجنون الذي يضطرب أخرج الطبر عن سعيد بن جبير رحمه الله في الآية قال يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق ونقل الصيوطي عن الأصبهاني في ترغيبه عن أنس يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقيه ثم قرأ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقد اعترض أيضا السمين الحلبي على اعتراض أبي حيان من جهة المعنى إذ قال أما تضعيفه المعنى فليس بجيد بل الكناية في لسانهم أبلغ وهذا مما لا يختلف فيه والمس عبر عن الجنون في لسانهم يعني في لسان العرب قالوا مس فهو ممسوس مثل جن فهو مجنون وأنشد أبو بكر أعلل نفسي بما لا يكون كذل مس جن ولم يخنقي وأصله أنهم يقولون إن الشيطان يمس الإنسان بيده ويركضه برجله ويعبر بالجنون عن النشاط والسرعة وخفة الحركة هذا من جهة المعنى أما اعتراضه من جهة الصناعة النحوية بأن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها فهو وإن كان رأي كثير من النحويين إلا أنه ليس بالإطلاق فقد ذهب الكسائي إلى إجازة إعمال ما قبل إلا فيما بعدها سواء كان المعمول مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا محتجا بالسماع ومن شواهده على المرفوع قول الشاعر تزودت من ليلة بتكليم ساعة فما زاد ضعف ما بي كلامها إذ تقدم المفعول به ضعف المحصور بإلا على الفاعل كلامها والأصل فما زاد كلامها إلا ضعف ما بي ووافق الكسائي ابن الأنباري وجماعة من البصريين في إعمال ما قبل إلا فيما بعدها في المرفوع فقط ووافقه الأخفش في الظرف والمجرور والحال نحو ما جلس إلا زيد عندك وما مر إلا عمر بك وما جاء إلا زيد راكبا ومما يجر ذكره أن أبا حيان قد علق قوله من المس بقوله يتخبطه أو يقوم ومن هنا يمكننا القول إن تعلق قوله من المس بقوله لا يقومون وما رافقه من تأويل يتناسب مع المعنى كما ذهب الزمخشري رأي لا إشكال فيه لا من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة النحوية فقد حضي رأيه بدعم من المأثور من السنة النبوية وكلام العرب الآن حقيقة أود أن أذكر عددا من المتائج التي توصل إليها البحث فأقول أولا لا يقف الزمخشري عند تعلق شبه الجملة وتأويله أينما يردف القرآن الكريم ولا سيما في سورة البقرة ويرجع ذلك إلى سببين الأول أن تفسير الكشاف ليس بكتاب متخصص في إعراب آيات القرآن الكريم كما هو الحال في كتب إعراب القرآن فهو ليس من شأنه أن يقف على مواطن التعلق جميعها والثاني أن تعلق شبه الجملة يكون بالفعل غالبا ولا حاجة إلى الإشارة إليه دائما لوضوح ذلك ولعدم التباس الفعل بغيره فضلا عن أن الزمخشري يقف في الغالب عند مواضع التعلق الملبسة أو المختلف فيها ثانيا لا إشكال فيما ذهب إليه الزمخشري في تعلق قوله تعالى من المس بقوله لا يقومون في سورة البقرة من الآية 275 وما رافقه من تأويل يتناسب مع المعنى بخلاف ما زعمه أبو حيان من اعتراض في المعنى والصناعة النحوية فيما رأاه الزمخشري فضلا عن أن رأي الزمخشري قد حضي بدعم من المأثول من السنة النبوية وكلام العرب ثالثا يرادف مصطلح التعلق مصطلحات متعددة منها التعليق والصلة والإضافة ثالثا يوافق المعنى الإصطلاحي للتعلق المعنى المعجمي فكل منهما يدل على الارتباط بين شبه الجملة وما يتعلق به ورابعا يمكن القول أن شبه الجملة من الجار والمجرور والظرف إذا وقع بعد المبتدأ وتم ما معه معنى الجملة فهما متعلقان بخبر محذوف وليس هما الخبر لأنهما على الأصحي يتعلقان بما يدل على الحديث على الحدث عفوا وأخيرا أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصا لوجه الكريم مع المدرس المساعد آيات حمزة الشريفي من الكلية الإسلامية الجامعة ظاهرة التكفير أسبابها والعوامل المساعدة عليها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسمي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نحن صلى على محمد وآله محمد فضيلة الدكتور مدير الجلسة وفضيلة الدكتور هادي مقرر الجلسة السادة الكرام الحضور جناب الدكتور فضل الدكتور عمار وجناب دكتور عبد الجبار والسادة الأساتذة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتداء بحثي سألت الله أنه يسجدني بأن أتحرى أسباب هذه الظاهرة ظاهرة التكفير التي لازمت الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومك هذا وتراها فترة تخفت وأخرى يزداد ويجتد أوارها في وسط الأمة فتأتي على الأخضر واليابس من أفراد الأمة الإسلامية ووجدت أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية بعيدا عن الأسباب الخارجية وبعيدا عن منظرية المؤامرة وقبل ذلك أنا بينت معنى الكفر اصطلاحا لغة واضح ومعنى الكفر اصطلاحا كي أرى أن الكفر اصطلاحا ينسجم على التكفير واقعا الذي هو موجود عندنا وينسب بعضنا بعضا إليه ويقوم التغاتل على أساسه فوجدت هناك رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد سئل عن وجوه الكفر في كتاب الله فقال إنها خمسة أوجه الأول هو كفر الجحود ونفس هذا كفر الجحود الإمام يقسمه إلى قسمين جحود من يقول لا رب ولا جنة عن جهل وعن عدم بصيرة وهذا منهج وما يهلكنا إلا الدهر وجحود آخر عن يقين وهو مصداق لقوله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقطعا هذا الجحود الثاني مبني على أسس منافع وأسس التحصيل بعض المكاسب الشخصية التي لا يمكن أن يحظى بها الطرف المكفر إلا بعد أن يكفر الطرف الآخر هذا الشكل والشكل الثاني أو الثالث هو كفر النعمة قال جل وعلا لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم فإن عذابي لشديد بقرينة المقابلة بين الشكر والكفر يكون كفر نعمة والنوع الرابع هو كفر ترك ما أمر الله به فقال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض والخامس هو كفر براء كقول إبراهيم لقومه كفرنا بكم ذن الخمسة وجوه في بيان الكفر ما شفتها موجودة عند المسلمين عموم المسلمين ربما توجد عند البعض لكن الأجواء العامة للمسلمين على العموم لا نجد أحدا منهم يجحد الله أو يجحد القرآن أو يجحد القبلة بحيث يستحق القتل على أساسه أما كفر البراء هذا لعله جانب اجتماعي أن الإنسان أحيانا يتبرأ من فعل إنسان آخر وكفر النعمة هذا أيضا نجده في بعض جوانبه جزئي وغير متوفر كامل ومتشخص كامل عند المسلمين وكفر الترك كذلك هذا موجود أن الإنسان يؤمن ببعض الكتاب عمليا ويكفر كذلك عمليا ببعض الكتاب وإلا لو يعرض أمام النص لا يقر أنه يكفر بهذا النص ربما عمليا لا ينسجم والنص القرآني وعليه تجد ليس هناك سببا للتكفير ما بين المسلمين بهذه القوة والوضوح الصارخ بحيث يقتل بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا وما إلى آخرين فما هي الأسباب ما هي الدوافع إذا كان هذا الكفر واقعا غير متحقق بصراحة أنا استوقفتني الآية في سورة الأنعام وهي آية خمسة وستين كأنما الآية تشير إشارة واضحة وهي أصبحت محور البحث والأسباب الأخرى ترجع إليها تشير الآية المباركة إشارة واضحة إلى هذا قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم أدابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون الآية المباركة وردت مورد التحذير أنتم أيها المسلمون الله جل وعلا ممكن أن يعذبكم من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويعذبكم بأن يجعلكم فرقا فيذيقوا بعضكم بأس بعض وحينما نزلت هذه الآية المباركة عموم المفسرين حينما يبحثون في هذه الآية يقولون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام فتوضأ وهذا بنص تفسير الآلوسي قال لما نزلت هذه الآية قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من عندي فتوضأ فسأل ربه عز وجل ألا يرسل عليهم يعني على المسلمين عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا يلبس أمته شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بني إسرائيل فهبط إليه جبرايل عليه السلام قال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنك سألت ربك أربعا فأعطاك اثنتين ومنعك اثنتين لن يأتيهم عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم الأمة المرحومة فلا يصيبها عذاب الاستئصال فيستأصلهم فإنهما عذابان لكل أمة استجمعت على تكذيب نبيها وردي كتاب ربها ولكنهم يلبسون شيعا ويذيقوا بعضهم بأس بعضا وهذان عذابان لأن الإقرار بالكتب والتصديق بالأنبياء عليهم قد تم دول أقروا وصدقوا بالكتب لكن المسألة هنا أنهم ملتزموا عمليا فيبدو أن هذا نوع من أنواع البلاء والابتلاء الداخلي في داخل جسد الأمة سببه ابتعاد الأمة عمليا وإن صدقت وإن أقرت لكنها تبتعد عمليا عن التزام بالشريعة وفي رواية أخرى في أكثر من مورد وفي أكثر من مكان تذكر هذه الرواية وهذا لعله بنص المعجم الأوسط للطبراني قال سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاث ومنعني واحدة يعني في ذيل هذه الآية سألت الله جل وعلا تعالى ألا يجمع على أمتي أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها وسألت الله تعالى ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم يبدو عدوا يستود عليهم بالكامل ويلغي شخصيتهم فأعطانيها وسألته تعالى ألا يهلكهم بالسنين بالعذاب والاستئصال كما أهلك أهلكت الأمم فأعطانيها وسألت الله تعالى ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها فهذا الأمر السبب الأول والقضية الأولى لذلك النبي الأكرم حذر من هذا المعنى فقال صلى الله عليه وآله وسلم حديث مشهور ومستفيض لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض بنص المصادر السنية يقف الحديث إلى هنا وفي المصادر الشيعية تتم فتقول إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم كأنه يشير إشارة واضحة أن الظواهر علينا أن نتعامل بها والبواطن والنوايا على الله الله يحاسب بها وعليه أنتم مو من حقكم أن ترجعوا من بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا الرجوع من بعده كفار وجدت أن النووي ينهيه إلى سبع معاني واحدة من هذه المعاني وهو السابع الأخير فكان أفضلها ويمكن إرجاع كل الوجوه إليه وهو أنه بل لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا لا ترجعوا بعدي كفارا بمعنى لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وهذا واضح أن الأمة إذا تشتتت عن المركز وعن ما أراده النبي الأكرم تكثر فيها الآراء والآراء يأتي بعضها على البعض الآخر وتكون النتائج كما نرى عمليا اليوم وهذا التفسير ينسجم مع ذي الرواية التي ذكرتها مصادر الشيعة ذكرت أنه إنما أمرته أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا لعله العامل الأول أو السبب الأول وهناك إضافة بالواقع أمة أهل البيت عليهم السلام من خلال متابعته أنه كانوا يحرصون وبشدة أن لا يكفروا من يقاتلهم وعلى خصوص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام كما ينقلها قرب الإسناد الحميري قال أن علي عليه السلام لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكنه كان يقول إخواننا بغوا علينا فيبرر القتل على أنه للآية المباركة فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أما أن هؤلاء كفره لا يقول ذلك أمير المؤمنين هؤلاء مشركون منافقون لا يقول ذلك وإن كانوا ربما في واقعهم هم من هذا الصنف لكن الإمام لم يشاء أن يفتح باب التكفير ويشرعن هذا الباب فيشاع في أوساط الأمة هذا السبب الأول وهو كل الأسباب ترجع إلى وأنه ابتعاد الأمة عن ما يريده وما تريده الشريعة السبب الثاني هو سطحية العقول وضآلتها ففي رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بين يدي الساعة لهرجا فالراوي قلت سألته يا رسول الله وما الهرج قال القتل قال بعض الحاضرين إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتلوا بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته ذا قرابته فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا في ذلك الوقت عندنا عقول ونحن كذا قال له تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف الله أو يخلف له يعني أهل ذلك الزمان هباء من الناس لا عقوله لهم فأنت تلاحظ اليوم سطحية العقول جاءتنا بما جاءتنا من الناس قليل التفكير إلي العقل أما السبب الثالث كما هو واضح هذا من خلال ملاحظة مسيرة بعض من استلم عنوان السلطة باسم الخلافة الإسلامية وهو السعي لإرجاع الأمة إلى جاهليتها والتحكم بمصيرها كما حصل ذلك جليا وواضحا في سيرة معاوية حينما كان يرفع لعنة علي وسب علي على المنابر حتى أنه ورد في شرح نهج البلاغة قال ينقل عن الجاحظ أن قوما بني أمي قالوا لمعاوية يا أمير المؤمنين أنك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن لعن هذا الرجل فقال لا والله حتى يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ولا يذكر له ذاكر فضلا يعني تعرفون أن امتداد النبوة نضوة في عنين صلوات الله وسلامه عليه ومعلومة الرواية التي ينقلها ابن مغيرة ابن شعبة عن أبيه كيف أن معاوية كان يقول أنه لا نكتفي بهذا إلا دفنا دفنا للدين الإسلام عموما ولذكر نبي رسول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والسبب الرابع والأخير هو المصالح الدنيوية الضيقة لبعض الحكام الذين يقرون بالإسلام وكذا لكن المصالح تتعارض أحيانا وتدفعه لأن يدفع مجموعة تكفر تلك المجموعة من باب فرغ تسد كما حصلت في فتنة خلق القرآن وغدمه وما شاكل وهكذا نلاحظ أن الأسباب كلها أسباب داخلية في وسط الأمة ولا تصل إلى مستوى نظرية المؤامرة ربما أحيانا يستغل العدو هذا الضعف والوهن والخوار في داخل الأمة فيزيد من فرقتها نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على كلمة سواء ويكفينا شر هذه الظاهرة ظاهرة التكفير والحمد لله رب العالمين